عن التحكيم كيف أنه جهاد من أجل الفوضى جهاد جريشا الحاكم الدولي المصري الحاكم الأول في التصنيف المصري اللي أسندت إليه مباراة الأهل وبرامت سفيكاس مصر وقع فيه أخطاء تابعته الحلقة الماضية إزاي كل الناس أجمعت على أنه فيه ثلاث ضربات جزاء للأهل في المباراة بعض الناس قالت ضربتين أو كل الناس قالت ضربة واحدة على الأهل بتاعت حسين الشحات فيه ضربتين من لمسات يد واضحة جداً وصريحة إذن الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة محدش يقدر يتجهالها إحنا ما كناش ضد اختيار جهاد جريشا محدش قلل من أنه هو حاكم راجع من كاس العالم ولعب كاس أمم أفريقية حتى وإن كان فيه جدل كبير جداً أسير عليه لكن كان الجدل الأكبر على قراراته في هذه المباراة كابتن خلد الغندور قال حاجة نسابها لنا نسمعه وبعد كده نشوف هنا السؤال بقى هنا السؤال اللي أنا عايز عرفه هنا السؤال اللي أنا عايز عرفه هو إيه المؤامرة في تعيين جهات جريشا يعني جهات جريشا تعيين حكم مصر الأول الحكم في كاس العالم تمام؟ هو فين المؤامرة في تعيين جهات جريشا هو جهات جريشا ده مثلاً حكم كرة يد يعني إيه المؤامرة في اللي عينه مش أنا اللي عينته لا هو اللي عينه طب إيه المؤامرة هو فيه فيه حد متفق أنه خلق يعني مش لا أنت كان عندك أنت عرضه ضروري عندك تعليق على هذا الأمر شوف إحنا لما عرضنا الحلقة الماضية على تعيين جهات جريشا لقلنا مؤامرة وبالعكس اللي قاله الكابتن خالد الغندور أنه حكم راجع كاس العالم حكم مصر الأول ما هواش حكم كرة يد ما قللناش أبداً من كل سيفي بتاعه يا كابتن خالد اللي كان له رأي ضد جهات جريشا وكفاءته رئيس نادي الزمالك نفكرك 15 نعاس في 2015 الخطابات الصادر ده 9-9-8 ده الخطاب صادري يعني طالع رسمي السيد العميد النهاية بصدرات صدرات تنفيذي أرجاء بلغ مجلس صدرات تحاد كرة القدم أن الزمالك يرفض بشكل قاطع أن يودي المباراة وكل من الحكم محمود البنة الحكم محمود عشور الحكم جهات جريشا لأن لهم مواقف سابقة ضد النادي تؤكد عدم حيادهم وكانتهم من نادي الزمالك وستحدث مشاكل تحكمية كبيرة بسببهم ستستفز جمهور نادي الزمالك وتفضلها بقولها وبعدها ما تكدر سنة واربع شهور أنت صبمت بقى شيل الشيالة أنا نبهتك ده رئيس نادي الزمالك للكابتن إسلام الشاطر لما كان بيقدم برنامجه في قناة المحور وقال له خطاب صادر من نادي الزمالك في التحفظ على ثلاث أسماء على رأسهم يا كابتن خالد جهاد جريشة لعدم كفاءته لأنه بيستفز الزمالك لأنه 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 إذن مش إحنا اللي انتقصنا من شاء جهاد جريشة مع كل التحفظ على قراراته الغريبة جدا ولا أثرت جدل خبراء التحكيم مش إحنا بس لكن التحفظ على جهاد جريشة ما قالهوش رئيس نادي الزمالك في قناة المحور لدى كمان قالوا في قناة أبو ظبي لو عايز نفكرك بعد مباراة الزمالك والمقاصة واللي خسر فيها الزمالك توجهنا إلى سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيادة المستشار الزمالك انسحب فجأة وبعد ذلك رجع شو اللي صار التحكيم الفاجر التحكيم الفاحش جايد جريشة مواحد من أربعة كاتب أسماؤهم من سنتين محاكموس لزينا طيب ما هو بص كل وقته له أدان وحتجد التعليقات والموقف تتباين يعني وبعدين أنا عايز أعرف ما كل واحد يقول رأيه هو حر أيها يعني أنا مش قادر أفهم إيه اللي حامقه قوي كده إنه بيتقال كده ويعني إيه الدفاع المستميت مرة واحدة وينسي المواقف كلها اللي كانت بتاجم لما كان المشكلة بتطال نادي الزمالك من حقينا إن إحنا نستاء لما كلنا حقومة ناخدهاش يعني إيه اللي مديئك أنت في هذا الأمر لا حد جاب سيرة نادي زمالك ولا قول نادي زمالك ورا الموضوع يعني المباراة بين الأهل وبرامنسي لا حتى لو أنت استفدت منه ده كان أبرزها أبرزها وأكثرها وضوحا من كريم حسن شحات اللي قالك لا ضربتين الجزاء واضحين جدا يعني أنت شفتها أيها شفتها يا سيدي ومش هيعجبهم الكلام ده أنت فاكر كريم هيعجب حده عشان أقل الحقيقة وهو ممكن الكاب تخليه نفسه وبقى شايف حاجة لكن الظرف بيخليه الحاجة وبالمناسبة يعني ولا بلاش أنا كنت عايز أتكلمه في حاجة كده تبدو شخصية لكن مش وقتها إذن هي المسألة للأهل وبرامنسي الأهل عنده تحفظ على مستوى التحكيم كل خبراء التحكيم اتفقوا مع وجهة نظر الأهل وإحنا على فكرة الجهات جايشة لما تكلمنا ليه تكلمنا على الأخطاء دي وخلاص طفح الكيل زي ما بيقولوا لأنها متكررة مع الأهل آخر سنتين ما فيش مطش للأهل ما فيش فيه مشكلة من هذا النوع وكلها ضد مصالح الأهل ولا قرار طلع منك لمصلحة الأهل مع تكرار مع تكرار طبيعة الخطأ الخطأ يعني ألاقي ضربة جزاء الحاكم الخامس وراء اللعبة أو فوق دماغ اللعيب وحاكم الصفارة قطري عليه الاتنين ده وراء اللعبة شايفها وده هناك الصفارة في بقه في المرتين وما فيش قرار ده حط يده على ودنه آه يعني الحاكم الخامس يعني ما فيش أوضح من كده يعني أنا بنتكلم فيه دي المؤامرة هو بيسأل على المؤامرة 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 يعني منقول لما الحاكم الخامس يبقى شايف وهو عنده زوية رؤية ما فيش مخلوق بينه وبين الواقعة ويتكرر ده قولي ايه يعني يبقى المبرر انه بره 18 مش جانب اللعبة لا ده بيجوا من السنطر يصفاروا على ضربة جذاب وبعدين هو الآلي قال ايه الآلي اول حد طلب حكام اجانب لو تفتكروا لانه طلعت اصوات بعد كده تقول لا الآلي النادي الوحيد اللي ما طلبش حكام اجانب هو مش اصوات هو قال لك ليه هو الآلي مش عايز اجانب ليه مش عايز اجانب ليه مش عايز اجانب ليه في استخدام تقنية الفار لحل المشاكل وحفظ الحقوق لبازل اقصى جهد ممكن للارتقاب منظومة التحكيم لضمان العدالة بين الاندية كلها ده كان خطاب الاهلي مع بداية الموسم اللي فات لما اصيرت كل هذه المشاكل وتجدد الخطاب مؤخرا اخر خطاب الاهلي بعد وبعد مباراة بيرامدز سجل اتراضه الحقيقي على ما يحدث من اهدار لحوق ظهرة جدا وغير مبررة وغير مفهومة وبعدين وانا بقول لك هات حكم الفار او هات تقنية الفار في مباراتي بس انا بقول لك بس لكل الجهود الممكنة لتوفير هذه الخاصية لحفظ حقوق كل الاندية انا عايز العب في مجال تنفسي نظيف يدي الحق لكل الناس ايه اللي فدى من صعوبة لكنه يتقال عصر اهلي قال انه تعيين جهات جريشة مؤامرة مين قال مؤامرة جات منين لكن فكرة ان انا انت دلوقتي شايف جهات جريشة كويس لا انا قلتلك انت كنت شايفه ازاي وانت شايفه على مستوى رئاسة النادي مش كاسوات اعلامية بس هو ده جهات جريشة اللي فترة من الفترات كان المطلوب جدا للزمالك في المكالمة الشهيرة اللي جامعت سروة تسويلم المدير التنفيذي للانتحاد والكابتن وجيه احمد رئيس لجنة الحكام وقتها نفكركم بس احنا عزيزين من مرحلة الجادة لا عديها يعني اقص المدرح محمد فروق العاشر عاشر حاش يدر الكلام قلنت اخبرها صولة 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 اظن ما قالش كلام ما ترى العقادة غلدور ما قالت تحكيم محترم واخد غلدور دولة المشاري فيه والحكاة الملاغ اللي انت محنبه هدبه قال فيه قالوش دعوة بالرشوة جانا متفق من حال المدلس انه هيمشوفش في ينايل ولكن اهوه بالنسبة للرشوة ما روش دعوة بالرشوة الرشوة دي كان حكامه متفقين على عزيزين خطاموا النادي وعزيزين خصاروا النادي وكلام ولكن كان ما روش دعوة بالرشوة خالص وفيد دعوة عنه هدوة ده تمام لا بقول لك هو غلبان خلي ما اتكلم انا عادت معاه طوله عشان خطلي عشان خطلي هنجيب لك مين عاوس تجيب على جمال غلدور اليدك ولا عصان خيامه يا عم الكاب نظيف اه اصلا ومش قلتوا تقطعت اذنك ان داليك حاجة واحدة قبل المتش احنا مش هنجيب قال لا انا مش عارد حد يحكم لي انا مش عارد حد يبعلي طوله جميل هنجيب لك حكم دولين محترمين وانا جايب له حكم اه هو بيحبه وهو اه مرسوط مين اللي هو مين ماتش ماتش لا جمالكم مقص ويأجيب له مين جيال جريش زي الفل زي الفل نعم 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 زي الفل احسن جدا نعم احسن زي الفل زي الفل متروش الحد خلص كلام لا اقول لك انت بس انت عارس ليه انا بس احكيته بالكلام ده ليه عشان يبعد عننا ما اخلي بالك هو برضو سين طيب احنا يعني يعني اتكررت وتزاعت وتقلت بس من الطر من الطر الان يعني بيزاج باسم الاهلي وكأنه ليس مطلوبا منك ان تدافع عن حقوقك يا اخي بمجرد ما تدافع عن عققك دينة تتقلب طب تعمل ايه يعني ما هو المطلوب الامتثال لكل ما يحدث من اضرار متكررة بشكل يختار من العمل ما ينفعش لازم اما بنقول للناس وبنفكرها عشان عايزين نصوب للجاي مش عايزين نعمل مشكلة هي عايزين نصوب للجاي ونتمنى ان يتم التصويم